أعلنت دائرة صحة الرصافة استنفار جهودها من أجل الدعم الصحي لصلاة الجمعة الموحدة مشيرة تاني لتشكيل غرفة عمليات موسعة لمتابعة استعداد المؤسسات وتحضير كافة الأمور اللازمة لتقديم الدعم الصحي وذكرت الدائرة في بيان أنه سيتم نشر وتجهيز 50 سيارة إصعاف داخل الطوق الأمني وفي المستشفيات القريبة لأي طارئ فيما ستكون مستشفيات خط الصد الأول في حالة استنفار وتأهب لكل الملكات بتوجد 100% وكذلك تهيئة أسرة إضافية للطوارئ كاحتياط في حالة الاحتياج بواقع 50 سرير طوارئ إضافية في كل مستشفى مقابل إبقاء جميع مخازن الأدوية مفتوحة لتأمين الاحتياجات الطارئة